موسيقى الآن معنا وسأذكر أن التنوع كان السما الرئيسي في منصة منظرة لهذه المرة التي لم نختلف فيها ولأول مرة فالجميع يعرض أفكاره للتغيير من الفن لثقافة للتعليم لصوت عبد الله محمد الشديفات الأردني يا أهلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأقول لا سبيل للتغيير دون الاعتصام بهذا الدين يقول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالتغيير الحقيقي يبدأ من داخلنا فإن اتفقنا على التغيير ابتداءً هنا يبرز السؤال الأصعب إلى أي وجهة نغير فلكل وجهة هو موليها لذلك يدب الخلاف بيننا لكن طريق الحق واحد لكن طريق الحق واحد لذلك فقد كفان الله مؤونة البحث والتقص فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي ويقول الفاروق رضي الله عنه عظيمٌ من عظماء القرون كلها يقول إن الله قد أعزنا بهذا الإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله فماذا بعد هذا القول من قول أخي استعن بالله ولا تعجز فإن وصفة التغيير قد كتبها طبيب القلوب وطبقها جيل عاش قبل أربعة عشر قرن فدانت لهم ملوك الأرض وأباطرتها دانت لهم ملوك تعرفونهم لكن كانوا ماذا كانوا حفاتاً عراتاً عالة إما تحت عباءة كسرة أو تحت حكم قيصر فما إن تمسكوا بهذا الدين وأخلصوا لله ماذا بعدها دانت لهم الأرض قروناً عديدة والتاريخ شاهد وما هانوا وذلوا واستكانوا وتداعت عليهم الأمم كما تداع الأكلة على قصعتها إلا حين تركوا هذا الدين وانجرفوا خلف مذاهب وعقائد هجينة مزيفة فلذلك شمر عن ساعديك شمر عن ساعديك فإن من يخطب الحسناء لم يغله المهر الحضور الكريم سأخاطبكم وسأخاطب نفسي بما يدور في أذهانكم سيقول قائل منكم الآن لا سبيل التغيير دون تعليم وثقافة وإبداع وبحث علمي فأجيبه قائلاً أنعم وأرحب وهل بغير العلم نادى الإسلام ألم تكن موجة التغيير الأولى شعارها اقرأ باسم ربك الذي خلقه ألم تسمع قول الله تعالى حين قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم نسينا حديث رسول الله حين قال من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة فالعلم طريق الجنة أقول مذكراً هل كانت حواظر بغداد ودمشق والقيروان والقاهرة وغرناطة وقرطبة إلا صفحات ناصعة في تاريخ أمتنا ولولا الإسلام ما كانت تلكون أبداً فكن على يقين بأن الدين يدعو إلى العلم وأن العلم يقود إلى الإيمان فإذا انتقلنا إلى وجهة أخرى قد يقول قائلهم لا سبيل إلى التغيير دون إتاحة الفرصة للشباب فهم عماد التغيير فأجيبهم مبتسماً موافقاً وهل بغير الشباب قام هذا الدين ونصر؟ أما تبحرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت بأن كبار القوم وشيوخهم هم من ناجزوه وقاتلوه وخالفوه بينما من نصره؟ نصره الشباب كسعد وزيد ومعاذ وزبير وكل الصحابة شباب لأحيطكم علماً هل تعلمون أن أبا بكر وعمر حين أسلماً كانا في الثلاثينيات من عمرهم؟ وما أجمل قول الله تعالى حين قال في أهل الكهف مادحاً إياهم إنهم فتية آمنوا بربهم فوصفهم بالفتية في مقام المدح تطول الأمثلة في تاريخنا ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض وهو يوصي أنفذ بعث أسامة؟ وما أسامة؟ أسامة شاب لم يتجاوز العشرين من العمر جعله قائداً على جيش فيه شيوخ القوم وكبارهم ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة قبل عام من هجرته ليكون سفيراً بينه وبين أهل يثرب وهو الشاب اليافع أما علمت؟ أما علمت أن رسول الله قد أرسل معاذ بن جبل الشاب العالم الفقيه لكي يكون أميراً وقاضياً على أهل اليمن وهو الشاب فهل بعد هذا من أنفلة؟ فنحن أمة الشباب وبغير الشباب لا يستقيم هذا الأمر أبداً قد نسمع قائلاً يقول لنا ماذا يقول؟ دون المرأة لا سبيل للتغيير دون إعطاء المرأة حقوقها لا سبيل للتغيير دون أن تنال كرامتها أقول له قد سبقت إليها قد سبقت إليها أما سمعت قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف؟ أما سمعنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً؟ ألم تعلم أن الإسلام قد جاء في وقت كانت توأد البنت فيه صغيرة؟ وتمنع المرأة ميراثها وتزوج شغاراً دون إذنها؟ ألم تعلم ألم تعلم؟ فجاء الإسلام وغير وبدل فأعطاها حقوقها ومنع وأدى البنات وأعطاها ميراثها ومنع زواجها إلا بإذنها وغيرها من الحقوق لا منة وتفضلا أعطاها حقوقها؟ فغدت بذلك عنصراً رئيسياً في بنيان هذه الأمة أسألكم ألم تعلموا أن خديجة بنت خويرد هي أول العالمين إسلاماً رجالاً ونساء؟ كانت السفيرة والنصيرة والوزيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة عشر سنوات؟ أما علمتم أن ذو سيبة بنت كعب المازنية قد قاتلت دون رسول الله يوم أحد حين فر الرجال؟ أما علمتم أن أسماء ذات النطاقين قد استأمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكان الغار فكانت تأتيه بالماء والغذاء على سره؟ يوم الحديبية أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم قد شق عليهم أن ينحروا الهدي ويحرقوا رؤوسهم ويعودوا إلى المدينة كيف لا ندخل المدينة وقد جئنا عماراً منها؟ كيف لا ندخل مكة وقد جئنا عماراً من المدينة؟ حينها دخل على أمي سلمة مهموماً فماذا وجد عندها؟ وجد عندها مشورة الحكماء العقلاء ماذا قالت له؟ قالت يا رسول الله انحر واحلق فإن فعلت فعلوا فأخذ بمشورتها فكان كما قالت إخوتي هذا غيظ من فيض تكريم الإسلام للمرأة وكما أكرر لا منة ولا تفضلة إخوتي هل تريدون مننا الآن بعد كل هذا أن نترك موروثاً ربانياً خصاً الله به تعالى فيه النجاة من المهالك؟ فنكون كما قال الشاعر كالعيسي في البيداء يقتلها الضمأ والماء فوق ظهورها محمول أتريدون أن نغد كذلك؟ لا سبيل للتغيير دون العودة لهذا الدين دون العودة إلى الإسلام منهاجاً ومنظومة أخلاق وعقيدة أقول مستذكراً حديثاً أو قول الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها هنا أشدد على نقطة مهمة أنها عودة من غير حزبية أو مذهبية عودة إلى ما كان عليه السلف الصالح دون تعصب أو تعقديس لذوات أو أشخاص فكل يؤخذ منه ويرد عليه كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأؤكد أيضاً أن هذه العودة هي عودة منهجية عودة على ما كانوا عليه أكررها عودة على ما كان عليه دون تعصب دون تقديس فلا تقتدي بحي أبداً فإن الحي لا تؤمن فتنته إخوتي أخي المسافر جهز أمتعتك أخي والأخوات والأخوات أكيد عندما أقول الأخوة فيقصد بجميع الأخوات والأخوة تداءً فنقول أخي المسافر جهز أمتعتك لتسافر إلى عالمك الجديد عالم التغيير فطائرتك جدك واجتهادك تأشيرتك عزيمتك وإصرارك فاصطحب وحرص على اصطحاب من تحب معك فإن الجنة لا تسكن وحدها كما وأقول بأن الطريقة غير محفوفة بالورود فليس كل رواية تنتهي بزواج الأمير الوسيم من الفتاة الجميلة سندريلا وكما قال الشاعر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلاباً وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر